قوبلت زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى أربيل التي سبقتها زيارة نائبي رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وإياد علاوي ولقاءهما رئيس الإقيم المنتهية ولايته مسعود بارزاني برفض سياسي وبرلماني قضية المشاكل العالقة تحتاج إلى حوار لكن من جانبنا من جانب الحكومة الاتحادية من جانب مدلس النواب هناك شرط أساسي أن يكون هناك إلغاء لكل ما يتعلق بالاستفتاء من جانب حكومة تقليم كردستان حتى يتم البدء بالحوار وباللقاءات من أجل إيجاد حلول للمشاكل العالقة ما جرى من اللقاءات سواء ما جرى بين نائبي رئيس الجمهورية وسيد مسعود البرزاني وأيضا هناك لقاءات أخرى هذه ممكن أن تكون لقاءات تمهيدية لكنه الحوار الأساسي لا يمكن أن يبدأ إلا بعد أن تكون هناك إلغاء لكل ما يتعلق بالاستفتاء طبعا بكل تأكيد أنه القرارات التي صدرت من مدلس النواب نحن نعتبرها قضايا طبيعية يجب أن تكون بالشكل الطبيعي لأنه قليم كردستان جزء من العراق والدستور حاكم على الجميع الاعتكام للدستور الغاء للسفتاء شرطان أساسيان للبدء بالحوار يأتي ذلك في وقت أوضح الجمهوري أن حواره مع برزاني كان مصبا على السبل التي يمكن أن تعتمد لتجاوز ما حصل وتحديدا في المناطق ذات الاهتمام المشترك وواقف الأطراف المحلية والدولية والإجراءات التي تم اتخاذها بما يجسد مبدأ وحدة العراق الاتحادي والانطلاق من الدستور نحن نرحب بكل جهد يمكن أن نبدأ بحوار وأن نطوق هذه الأزمة ولكن نؤكد دائما أن أي حوار يجب أن يسبقه إلغاء للإستفتاء لأن الدستور لا يسمح بأي اشتزاء من الأراضي العراقية لا يمكن أن نوافق أو نجد مادة قانونية تسمح للأخوة الكرد بقيام دولة كردية أو أن يشتزئون جزءا من هذه الأرض نعم هم لديهم إقليم ويعملون وفق الإقليم وهذا وفق الدستور وإذا كان لديهم خلاف مع الحكومة الاتحادية فليأتوا وليبحثوا ذلك وهذا ما أكدته المرجعية الرشيدة ونحن أيضا رحبنا وأكدنا أن المرجعية الرشيدة يمكن أن تكون المفتاح حل فأي جهد سواء كان من السيد سليم الجبوري أو من أياد علاوي أو من غيرهم مرحبه إذا كان تحت سقف الدستور في حين ذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان إن اللقاء يأتي لإيقاف تدهور العلاقة بين المركز والإقليم بعد تداعيات الخطيرة التي خلفها الاستفتاء ودخول دول إقليمية في الأزمة كأطراف مما يهدد أمن واستقرار العراقي كدولة قناة الرشيد الفضائية علي حميد بغداد